أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ولتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 جاء ذلك لدى حضور سعادته حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه على مباني ومواقف السيارات لشركة خدمات المساعدات الملاحية للشرق الأوسط ميناس وفي هذا الصدد أشار سعادة الوزير لأن وزارة شؤون الكهرباء والماء تولي اهتماما بالغا ببناء شراكة فاعلة بالتعاون البناء مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بما يحقق الأهداف الوطنية المندرجة ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة هذا وتصل الطاقة الانتاجية للمشروع إلى 278 كيلو واط وسيوفر حوالي 90% من استهلاك شركة ميناس للطاقة الكهربائية اشتركوا في القناة